سلام عليك أشهر أهلا بكم في قناة مستر رائع للساينس أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع لابتدائي الترمي التاني هنحل النهاردة أسئلة على يونيب سري كونسيب سري وان لسون فور اللي كان بعنوان build an energy chain وده آخر لسون عندنا في كونسيب سري وان إن شاء الله الدرس يكون سهل ويقول لكم تحلوا الأسئلة بصورة صحية فضلوا يا شباب choose the correct answer The input energy when using the hairdryer is the a energy ال input energy في ال hairdryer electric energy صح كلا شباب which form of energy is not an output energy when a hairdryer is used عنه في دول مش output energy لل hairdryer يترك kinetic energy ولا thermal energy ولا electric energy ولا sound energy إجابتنا طبعا electric energy عشان ال hairdryer ال input energy بتاعه هو electric energy وال output energy بتاعه هو thermal energy و kinetic energy و sound energy during charging a mobile phone the a energy is converted into a energy that is stored in the phone battery وانت بتشحن الموبايل electric energy converted into chemical energy energy stored في الفون battery فانا رايح اختار الإجابة بالترتيب كده electric energy وبعدين chemical energy الإجابة electric energy و chemical energy هي دي اللي صح التانية chemical وسيرمل الكلام ده غلط electric وسيرمل الكلام ده غلط thermal و chemical الكلام ده غلط فاحنا هنروح نختار electrical ولا potential ولا chemical ولا light الإجابة light energy طيب the output energy when playing drum is a energy وانت بتلعب الدرام كده the output energy is sound energy فانا رايح اختار sound energy طيب the produced energy does not help the blender to do its job انهي الانرجي اللي هي قوت بوت كده من البلندر ما بتساعدوش to do its own job طبعا the sound energy انا رايح اختار مين the sound energy طيب when a piece of coal is burned a energy is produced لما تعمل burning le piece of coal انت كده produce thermal energy فانا رايح اختار thermal energy when a football player run the chemical energy inside his body is converted into a energy and a energy يطرى potential ولاية الكلام ده غلط يطرى kainitic ولاية الكلام ده غلط يطرى thermal و kainitic الكلام ده صح يطرى thermal ولاية الكلام ده غلط طيب بوت true or false energy may be destroyed inside different device الكلام ده غلط energy may be created nor destroyed but only transformed from form to another some of the converted energy doesn't help some devices do the function for which it was designed طبعا الكلام ده صح وبنسمي ده wasted energy زا produce the sound energy هل بزا هير دراير تو دو اتس فانكشن الساوند انرجي اللي بتطلع من الهير دراير بتساعدو تو دو اتس فانكشن ده وستد انرجي الكلام ده غلط تماما زا انبوت انرجي ان هير دراير اس كيميكال انرجي لا الانبوت انرجي في الهير دراير اس الكتريك انرجي زا انرجي الكلام ده صح لما تعمل انت كده بتحول الكيميكال انرجي لايت انرجي كمان الفاير دي طلعها لايت فبتل هي بتطلع لايت انرجي كمان طيب ايوة الووتر عمالة تعمل موفمينت كده وبتقع من عند حتة عالية كده الحتة وطي في موشن ففي طيب طبعا دي كيميكال انرجي هو كده طبعا بيكلم عالالالكتريك انرجي طيب طبعا هو بيتكلم على ثيرمال انرجي هو طبعا كده بيتكلم على زا وستد انرجي وين يوزين موبايل فون فور لونج طايم طبعا دي سيرمال انرجي كمبليت زا فولوين سنسز زا موبايل فون كمبيرت كيميكال انرجي استورد ان اتس باتري انتو الكتريك انرجي زا بيس كونبيرتد انتو اكيد لايت انرجي انساوند انرجي ويتش اره هلب اتو دو اتس فانكشمي بهو هنا بيتكلم على اللايت انرجي وكمان الساوند انرجي بيوزين زا موبايل فون فور لونج تايم صام انرجي iz lost in the form of سيرمال انرجي زا انبوت انرجي of هيردراير is الاكتريك انرجي هو زا او تبوت انرجي of هيردراير ار اي واي واي انرجي طبعا سيرمال انرجي وكينيتك انرجي وساوند انرجي ودي توعتبر لوست انرجي وانت بتشغل الفيكم كلينر طالع عندك وست انرجي عبارة عن اولاً ساوند انرجي الصوت المزعج بتاع الفيكم كلينر ثانياً السيرمال انرجي ما هي بتسخن شوية لما تشتغل كتير طيب انت بتاخد البلندر كده علشان تطلع منه كيناتك انرجي طيب اللامة بتشتغل بالالكتريستي هو اللايت بالبالب ده بيطلع لايت انرجي ده الاساسي بالنسبالي دي اليوسفو الانرجي وكمان بيطلع سيرمال انرجي اللي انا مش عايزها بقه زا انبوت انرجي وانريتشارجن ا ا موبايل فون ايز وانت بتشحن الموبايل فون elleيبوت انرجي بتعتبر الالكتريك انرجي which is stored in the form of chemical انرجي inside za phone battery طيب In the electric heater A energy is considered as input energy في الالكتريك هيطر, الالكتريك انرجي هي اللي تعتبر انبوت انرجي While thermal energy is considered as تعتبر wasted energy The kinetic energy in a handbell is considered as a energy في الhandbell The kinetic energy تعتبر input energy While in an electric van is considered as The kinetic energy في الelectric van تعتبر output energy I give reason for Thermal energy in mobile phone is considered as wasted energy Because thermal energy in mobile phone doesn't help it to do its main function The electric energy that enters the hair dryer does not come out of the hair dryer in the same form of energy Because electric energy is converted in hair dryer into thermal energy kinetic energy and sound energy But give reason Sound energy and thermal energy are considered as wasted energy in the hand blender Because sound energy and thermal energy doesn't help the blender to do its main function What happens if You use a mobile phone for a long time according to wasted energy Some of its energy is converted into thermal energy which is wasted energy What happens if You turn on an electric van You turn on an electric van according to the change of energy The electric van will convert the electric energy into kinetic energy Look at the following figure Then complete the following energy chain طيب أنا شايف هنا دي electric power station دي بحط الكهرباء شايف هنا الصن اللي هي main source of energy شايف هنا electricity يمشي في الكبر وير ده شايف هنا cool في chemical energy وشايف هنا electric heater طيب stored in figure 4 اللي هو cool وكده نبكتبنا 2-4 Converted into thermal energy and kinetic energy in figure اللي في electric power station فكده يبقى figure 1 Converted into electric energy that is travel through figure number 3 اللي هو electric wires وبالتالي deconverted into thermal energy that is produced from the device in figure number 5 وكده نبككملنا energy chain بتاعتنا وبكده الأسئلة تكون خلصت وخلصنا كمان Concept 3-1 إن شاء الله المرة الجاية نحل 2-Model exam على Concept 3-1 أتمنى لكم التوفيق دائما إلى المتقابل على خير السلام عليكم